هذا المزمور الأباء علمونا أنه هو مزمور القيامة اختص بقيامة السيد المسيح لما بداخل المزمور من كلمات تدل على قيامة السيد المسيح له المجل هذا المزمور بنقول عليه مزمور ميسياني ميسياني يعني في مزامير نقول عليها مزامير ميسيانية يعني مزمور ميسياني يعني بيتكلم عن المسيح كل كلماته عن المسيح. يعني زي من نلاقي فيه مزمور. المزمور الثاني. الرب قال لي. أنا أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. ده بيتكلم عن الميلاد. ده مزمور مسياني. مزمور تمانية. بيتكلم عن السيد المسيح الإنسان ومحبته للإنسان وفده للإنسان. مزمور ده مزمور برضه مسياني. زي مزمور 22 اللي كلنا حافظينه. اللي أوله إلهي إلهي. لماذا؟ ترك تاني. ترك تاني. فدي كلها في مزمير كثيرة. اسمها مزمير ميسيانية. يعني كلمتها بتختص بروح النبوة عن السيد المسيح. كتابها معلمنا داود بروح النبوة بتختص بالسيد المسيح له المجد. المزمور ده الكنيسة وضعته لنا في صلاة باكر. باكر لأن السيد المسيح قام فيه فجر الأحد. فهو يعتبر المزمور الخامس عشر في الإجبية والسادس عشر في الكتاب المقدس. فإحنا بنصليه في صلاة باكر. ليه؟ عشان نتذكر ونعيش في قيامة السيد المسيح ونبقى بدأنا يومنا بأول آية فيه. احفظني يا رب لأن عليك توكل. فإحنا بنطلب الحفظ من الله لأنه هو إلهنا ومعيننا ومرشدنا. المزمور ده بيدل على قيامة السيد المسيح وقيامة الإنسان بالمسيح أو في المسيح. زي ما قال كده معلمنا بوريس مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل يحيا المسيح فيه. فالسيد المسيح الحي يحيا فيه. يحيا فيه هنا في الأرض وأحلق وأنا أحيا معه في الحياة الأبدي. المزمور ده زي ما قلنا. أول حاجة احفظني يا رب فإن عليك توكلت. بيعرفني أن الاتكال على الله هو أفضل وسيلة أن ربنا يحفظنا. لما قل له عليك توكلت. يبقى التكالي كله على الله لأنه مليش التكال على البشر. ملعون من يتكل على الزراع بشر. فاتكالي يا رب عليك أنت. أنت اللي تحفظني. وأنت اللي تدبر حياتي. وأنت اللي تعطيني الشبع والسرور. أنت اللي تفدين. أنت اللي فدتني. أنت اللي عطتني حياة أبدية. يعني كل التكال يا رب عليك أنت. أنا مليش التكال على أي حد تاني. أنت ملجأ الوحيد. وبعدين آية حلوة جدا في المزمور. جعلت الرب أمامي في كل حين. لأنه عن يميني فلا أتزعز. ولا أتزعز. هذه الآية تعطيني قوة. وتعطيني نعمة. إن أنا لا أتزعز من أي شيء في هذا العالم. مهما حدث في هذا العالم من حوالي. من ضيقات. من اضطهدات. من ألام. من من من. أنا واثق إني لا أتزعز. لأن التكالي على إلهي. فالمزمور ده في حاجات حلوة جدا. لن تترك نفسي في الجحيم. ولن تدع قدوسك يا رفا سادا. أنا يا ربي عارف. إنك أنت هتحفظني. وتقدسني. وتطهرني. وتستخدمني المجد اسمك. وآخر آية لقيها. أمامك شبع وصرور. تملأني فرحا أمام وجهك. يمينك نعم تدوم إلى الأبد. ترجمة نانسي قنقر